اشتركوا في القناة ثمن المجلس الاعلى للمرأة قرارات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء والتي تكللت بالموافقة على اعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية باعداده وتعميمه واعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسؤوليته بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ويكون مرجعا فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الاقليمي والدولي واعرب المجلس الاعلى للمرأة في بيان له عن ترحيبه الكبير بصدور هذا القرار النوعي الذي ينتقل بالبحرين عمليا الى مراحل اكثر تقدما من المشاركة القائمة على عدالة توسيع الفرص وتكافؤها في ضوء ما يتم تفعيله من منهجيات مؤسسية تعمل على تحقيق الشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة كما يأتي توجه الحكومة الموقرة ملبيا لتطلعات المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي جاءت منذ انطلاقتها الاولى كخير داعم ومساند لاعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي استطاع بدوره تحت اشراف كريم وادارة حكيمة من لدن صاحبة السمو الملكي لامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة ان يساهم في مساندة الجهود الوطنية من خلال تفعيل اختصاصاته وفق اعلى المعايير التي تضمن للمرأة البحرينية الرفعة والازدهار وقد اشهد المجلس بتوجه الحكومة الموقرة بالتعاون معه في توفير دعم المناسب لهذه الاليات النوعية التي ستعمل على قياس اثر تطبيق السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية واوضح البيان بان وضع تلك التوصيات موضع التطبيق تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة الصادرة بتاريخ العشرين من مارس لعام الفين وثمانية عشر بعد عرض صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة للنتائج الختامية لاعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة التي شكلت بامر ملكي في عام الفين واحد عشر برئاسة سموها وضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني والمتمثلة في تأسيس وتفعيل نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص ووجه البيان خالص الشكر والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده اعمال المجلس الاعلى للمرأة من مؤاسرة ومساندة كبيرة من لدن سموه ومن بين اهمها متابعته بشأن اعتماد المجلس كطرف اصيل في مراحل التخطيط والاعداد لبرامج عمل الدولة مشيدا المجلس بهذا الخصوص بما اعتمدته اللجنة التنسيقية برئاسة سموه حفظه الله وذلك خلال اجتماعها رقم 228 المنعقد بتاريخ ال 26 من ابريل لعام 2018 من قرارات هامة تصب في اتجاه تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للمرأة الاخيرة تمهيدا لنظر واعتماد مجلس الوزراء المؤقر